بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الأول في درس جديد من دروس مادة الرياضيات في التعليم المستمر في قناة عين التعليمية معلمتكم الأستاذة مشاعر أسوين وعلى بركة الله نبدأ في هذا الدرس درسنا اليوم هو العدد عشرة العدد عشرة الدرس هو درس رقم سبعة وهذا هو رابط الدرس الرقمي في دروسنا السابقة والآن سأؤكد على شيء أكدت عليه في دروسنا السابقة أو في درسنا السابق الأعداد التي تعلمناها سابقا هي صفر وواحد واثنان الاثنان أي واحدان واحد وواحد اثنان ثلاثة أي ثلاث من الواحدات أربعة أي أربع من الواحدات وخمسة خمس من الواحدات وستة ست من الواحدات سبعة سبع من الواحدات وثمانية نلاحظ ثمانية من الواحدات وتسعة هي تسعة من الواحدات هل تذكرتم ما قلت سابقا كنت أقول انتبهوا لكلمة الواحدات وسأخبركم لماذا قلت واحدات في الحصة القادمة وهي حصة درس اليوم في هذا الدرس لهذا اليوم سنتعلم لماذا المعلمة كانت تكرر كلمة الواحدات إذن صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعة أيضا تعلمنا في دروسنا السابقة أن الطرح تعني الأخذ أو الحذف من المجموعة الواحدة قلنا من مجموعة واحدة نأخذ أو نحذف أو نطرح من نفس المجموعة وأيضا تعلمنا أنه يمكننا أن نقارن بين عددين باستعمال الإشارات أكبر من وقلنا أن يكون الفم مفتوحا تجاه الأكبر أو أصغر من أيضا نقول أن الفم يكون مفتوحا تجاه الأكبر أو إشارة يساوي وهي عند تساوي العددين في الطرفين بين إشارة المساوة كان لدينا هذا التطبيق كان في التطبيق المنزلي وهو ضع الإشارة المناسبة أكبر من أصغر من أو يساوي أكبر من أو أصغر من أو يساوي سنقوم بحل تمرين الذي أخذناه سابقا في الواجب لدينا هنا سبعة وهنا ثلاثة أقارن بين السبعة والثلاثة أي منهما أكبر إلى أي جهة سيفتح فم التمساح أحسنتم تجاه العدد الأكبر وهو السبعة إذن نكتب أكبر من ونقرأ سبعة أكبر من ثلاثة سبعة أكبر من ثلاثة ولدينا هنا إثنان وخمسة الفم سيفتح تجاه أي عدد؟ أحسنتم تجاه الخمسة تجاه الخمسة لأن الخمسة أكبر من الإثنان فنقرأ إثنان أصغر من خمسة إثنان أصغر من خمسة والآن لدينا تسعة وثمانية تسعة وثمانية الفم سيفتح تجاه من؟ أم هل هما متصاويتان؟ أحسنتم التسعة أكبر إذن سيكون الفم مفتوح تجاه التسعة ونقول تسعة أكبر من الثمانية أكبر من الثمانية أما إذا أتت هذه الإشارة فنقرأها يساوي ونقول واحدا يساوي الواحد إذن الطرفين متساويا واحد يساوي واحد وهنا أكبر من وأصغر من أكبر من لنراجع تشبه كلمة أو حرف الكاف في اللغة العربية نلاحظ هنا أكبر من أكبر من أما أصغر من فهي العكس سنتعلم في هذا الدرس تمييز العدد عشرة ومنازل الأحد والعشرات أو نقول الواحدات والعشرات لدينا هذا العدد عشرة عشرة نلاحظ هنا صفر وبجانبه واحد أصبح العدد عشرة في الأعداد السابقة كنا نكتب عددا من منزلة واحدة أو عدد واحد يا إما صفر أو الواحد أو الاثنان أو الثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إلى التسعة كان من رقم واحد رقم واحد أما الآن نلاحظ أننا نكتب الآن الأعداد ذات رقمين أي منزلتين رقمين أي منزلتين هذه المنزلة الأولى هي منزلة الواحدات التي درسناها سابقا منزلة الواحدات صفر من منزلة الواحدات هذه المنزلة التي تعلمناها سابقا وهي الواحدات والمنزلة التي تليها هي منزلة العشرات إذن نكون قد دخلنا بمنزلة العشرات نلاحظ كمية النقاط هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعة وعشرة أيضا هنا النقود أو النقود المعدنية نلاحظ هنا عددها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن عشرة من الواحدات عشرة من الواحدات كيف نكون العدد عشرة أيضا؟ نكونها بالنقود بالعملة الورقية من فئة الخمس ريالات بورقتين من فئة الخمس ريالات لتعطينا عشرة إذن هنا عشر من الواحدات عشرة من الواحدات وورقتين من فئة الخمس ريالات وأيضا الخمسة هي من الواحدات ورقتين من فئة خمس ريالات تعطينا العدد عشرة ويمكن تكوينها بهذه العملة وهي عشر ريالات عشر ريالات نلاحظ صفر وواحد أي عشرة عشرة أصبحت لدينا هنا منزلتان منزلة الواحدات ومنزلة العشرات الواحدات والعشرات الواحدات والعشرات نتذكر لدينا هنا عملات معدنية عددها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعة إذن تسع من العملات المعدنية فئة الريال إذن فئة الواحدات إذا أضفنا إليها واحدا إذا أضفنا إليها واحدا إضافة أي إشارة زائد إضافة إشارة زائد أضفنا إليها واحدا كم سيكون لدينا من العملات المعدنية أحسنتم سيصبح لدينا عشرة يصبح لدينا عشرة إذن انتقلنا من فئة الواحدات إلى العشرات نلاحظ هنا واحدات تسعة من الواحدات نلاحظ هنا تسعة من الواحدات أضفنا إليها واحدا أيضا من الواحدات فأصبح لدينا عشرة عشرة وهي المنزلة الثانية أصبح لدينا عدد بمنزلتين وهو أول عدد بمنزلتين نأخذه بعد منزلة الواحدات وهو العشرة إذن انتقلنا إلى فئة العشرات أو إلى منزلة العشرات أيضا لدينا هنا عدد من الواحدات العمولات المعدنية فئة الريال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن لدينا ثمان من الواحدات ثمانية 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 هنا نضيف إليها اثنان عملة معدنية من فئة الريالان الريالان أي واحد وواحد أيضا من فئة الواحدات إذن أضفنا إليها اثنان إضافة يعني عملية جمع أو ثمانية واثنان فنقول ثمانية زائد الاثنان ثمانية واثنان على كم سنحصل؟ أحسنتم نحصل أيضا على العشرة إذن ثمانية من فئة الواحدات كما نلاحظ أضفنا إليها اثنان من فئة الواحدات أيضا فانتقلنا إلى العشرة وهي من منزلة العشرات منزلة العشرات هذه المنزلة الأولى تسمى الواحدات ما زلنا منزلة الواحدات والمنزلة الثانية أو الرقم في المنزلة الثانية يسمى منزلة العشرات ولدينا هنا عشرة واحدة عشرة واحدة اشتركوا في القناة تذكر لدينا هنا عدد من الواحدات أو الريالات بالعملات المعدنية فئة الريال 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 إذن نكتب العدد 7 7 هل يوجد هذه السبعة في منزلة الواحدات أو الواحدات؟ الواحدات أو الواحدات هل يوجد في منزلة العشرات لدينا أي شيء؟ هنا هي ريالات سبعة هل يوجد عندنا في العشرات؟ هل معنا عشرات؟ أحسنتم لا يوجد عشرات لا شيء وما هو اللا شيء؟ يا السلام إنه صفر ممتاز إذن صفر لا شيء لا شيء من العشرات أحسنتم وهنا لدينا 3, 1, 2, 3 من فئة الواحدات أو الريالات المعدنية إذن نكتب ثلاثة إذا جمعناهما معا ثلاثة وأضفنا أو سبعة أضفنا إليها الثلاثة على كم نحصل؟ أحسنتم أحسنتم ولكن نلاحظ هنا الثلاثة هل يوجد مع هذه الريالات الثلاثة هل يوجد لدينا عشرات؟ فئة العشرات؟ لا شيء إذن لا شيء ما هو العدد أو الرقم الذي يرمز إلى اللا شيء؟ هو الصفر أحسنتم هو الصفر والآن نقول سبعة نضيف إليها الثلاثة نضيف إليها الثلاثة على كم نحصل؟ أحسنتم نحصل على العشرة نلاحظ هنا منزلة الواحدات أو منزلة الآحد وهنا منزلة العشرات أصبحت لدينا الآن منزلتان الآحد والعشرات الآحد والعشرات عشرة كيف أعرف أنها عشرة؟ صفر وواحد كما في العملة الورقية عشرة عشرة يقرأ عشرة هذه العملة هي العشرة ونكتب العشرة كما هو موجود في العملة الورقية عشرة نلاحظ هنا عشرة عشرة نكمل هذا التدريب لنعد الآن هذه النقاط أو هذه الدوائر في المربع الأول الواحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة نكتبه تسعة نكتبه تحتها تسعة و ماذا نعني بحرف الوا؟ أحسنتم تعلمناها سابقاً إنها زائد إنها إشارة الجمع أو الزائد و هنا واحد تسعة و واحد أي تسعة زائد الواحد تسعة وأضفنا إليها الواحد على كم نحصل؟ لنعدها الآن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة و عشرة أحسنتم كيف نكتب العشرة؟ صفر إلى يمين الواحد واحد ثم صفر على يمينه نكتب عشرة عشرة أحسنتم من كم منزلة تكون هذا العدد؟ عشرة يا السلام من منزلتين وهي منزلة الآحد أو الواحدات وهنا العشرات العشرة هو أول عدد في منزلة العشرات أو أول عدد يدخلنا إلى منزلة العشرات أيضاً لدينا هذا المثال لنعد الآن هذه الدوائر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن نكتب العدد ثمانية لنتذكر كيف يكتب العدد ثمانية أحسنتم إنه عكس العدد سبعة أحسنتم ثمانية ثمانية و اثنان واحد اثنان كيف نكتب اثنان لنكتبها هيا لنكتب العدد اثنان أحسنتم أحسنتم اثنان ثمانية و اثنان ثمانية زائد الاثنان ثمانية نضيف إليها الاثنان على كم نحصل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن عشرة ثمانية زائد اثنان يعطينا الناتج عشرة نكتب العشرة بهذا الشكل الاثنان تعلمنا سابقا أن نكتب الاثنان من اليمين إلى اليسار ثم ننزل إلى أسفل وأيضا ذكرنا أنه يمكن أن نجد كتابة العدد اثنان بهذا الشكل إذن إذا وجدنا هذا الشكل أو هذا الرمز فإنه يدل على العدد اثنان اثنان إذن ثمانية زائد اثنان يساوي عشرة كيف نكتب العشرة أحسنتم منزلتين واحد وعلى يمينه العدد صفر أحسنتم عشرة يقرأ عشرة والآن لدينا هذا التدريب أيضا لنعدها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن سبعة نكتب سبعة وهنا واحد اثنان ثلاثة إذن نكتب ثلاثة ثلاثة سبعة و ثلاثة أي نضيف إليها الثلاثة سبعة نضيف إليها الثلاثة فنحصل على لنعدها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة و عشرة أحسنتم عشرة كيف نكتب العشرة يا السلام واحد وعلى يمينه صفر عشرة يقرأ عشرة عشرة والآن لدينا أيضا هنا نعد الدوائر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن ستة وهنا واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة نكتب أربعة و ماذا نعني بالوا أحسنتم إضافة وهي عملية الجمع ستة زائد أربعة سيعطينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن عشرة نكتب العشرة عشرة إذن تسعة وواحد يعطينا عشرة ثمانية واثنان يعطينا عشرة سبعة وثلاثة يعطينا عشرة وستة وأربعة أيضا يعطينا عشرة وأيضا تذكروا في تكوين العمولات النقدية خمسة وخمسة أحسنتم خمسة وخمسة أيضا يعطينا العشرة لدينا أيضا هذا التدريب أكمل هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة نكتب خمسة وواحد اثنان ثلاثة أربعة أيضا خمسة نكتب خمسة وأي إضافة نضيف إليها عملية جمع خمسة وخمسة دون أن نعدها نعلم أن خمستين أو ورقتين من فئة الخمس ريالات يكون الناتج عشرة أحسنتم نكتب عشرة لنعدها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن حلنا صحيح لأن ورقتين من فئة خمس ريالات يعطينا عشرة والآن لدينا أكمل هذا التدريب ستة زائد أربعة ستة أضيف إليها الأربعة فنحصل على هيا لنكمل ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حسنتم نحصل على العشرة إذن من مكونات العدد عشرة أربعة وستة أو ستة وأربعة يعطينا عشرة والآن لدينا تسعة أضيف إليها عدد ما يعطيني عشرة ما هو هذا العدد؟ تسعة أضيف إليها عشرة أضيف إليها أحسنتم أضيف إليها واحد تسعة أضيف إليها واحد يعطينا عشرة من مكونات العدد عشرة تسعة ونضيف إليها الواحد يعطينا عشرة أيضا ستة وأضيف إليها الأربع يعطيني العشرة والآن لدينا ثمانية زائد إثنان ثمانية أيضا ثمانية نضيف إليها إثنان ثمانية ما العدد الذي يلي ثمانية؟ تسعة أحسنتم ثم عشرة إذن نكتب العشرة نلاحظ هنا في كتابنا المدرسي يضع العشرة بمنزلتين لماذا؟ لنعلم أن هنا دخلنا بمنزلة جديدة منزلة الواحدات أو الأحاد ومنزلة العشرات لكي نعلم أن العدد صفر هو في منزلة الواحدات أو الأحاد والعدد واحد على يساره هو في منزلة العشرات تكتب العشرة واحد وعلى يمينه الصفر واحد وعلى يمينه الصفر إذن هل يجب أن أقسم العشرة بهذا الشكل؟ لا يجب لا يجبني الكتاب أن أقسم العشرة بهذا الشكل ولكن يضعها بهذا الشكل كي أعرف أننا دخلنا بمنزلة ثانية غير منزلة الواحدات أو الآحد دخلنا بمنزلة العشرات والآن لدينا ثلاثة أضيف إليها عدد ما يعطيني عشرة ما هو العدد الذي أضيف إليه ثلاثة أو أضيفه إلى الثلاثة ليعطيني عشرة ثلاثة لنكمل ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعة وعشرة فما هو العدد؟ أحسنتم سبعة سبعة يعطيني عشرة ثلاثة زائد سبعة يعطيني العشرة وهنا عدد أضيفه إلى الخمسة أو أضيفه أو أضيف إليه خمسة فيعطيني العدد عشرة سهلة جداً خمسة وأيضاً لابد أن يكون معي أيضاً أحسنتم خمسة خمسة وخمسة يعطيني العشرة وهنا عشرة أضيف إليها صفر أي لا شيء معي عشرة ولا شيء أو أضيفه إليه فكم يكون معي أو كم يكون لدي أحسنتم أيضاً عشرة لنراجع مكونات العشرة مرة أخرى عشرة زائد صفر تسعة زائد واحد يعطيني عشرة ثمانية نضيف إليها اثنان يعطيني عشرة سبعة أضيف إليها ثلاثة يعطيني عشرة وستة أضيف إليها الأربعة يعطيني عشرة وخمسة أضيف إليها الخمسة يعطيني عشرة وإذا قمت بالإبدال سيعطيني نفس النتيجة أي أربعة أضيف إليها ستة يعطيني عشرة ثلاثة أضيف إليها السبع يعطيني عشرة واثنان أضيف إليها الثمانية يعطيني عشرة وواحد أضيف إليه التسعة يعطيني العشرة والصفر أضيف إليه أحسنتم أضيف إليه العشرة ليعطيني العشرة لدينا هنا هذا التطبيق المنزلي تطبيق المنزلي كيف أطبق هذا التطبيق؟ لدينا هنا تصاعديا الحل يكون تصاعديا ماذا يعني بالتصاعدي؟ أن أبدأ بأقل قيمة وأصعد إلى أعلى قيمة أقل عدد وأصعد إلى أعلى عدد وهنا لدينا تنازلي ماذا أعني بالتنازلي؟ أن أبدأ من الأعلى قيمة وأنزل إلى الأسفل قيمة لنتذكر سويا سابقا تدربنا على العد التصاعدي والعد التنازلي التصاعدي كأنني أصعد السلم إلى أعلى أي من الأقل إلى الأعلى والتنازلي من الأعلى إلى الأقل والآن لنعد معا بعض لنعد معا الأعداد التي تدربنا عليها سابقا صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وأضفنا إليها العشرة والعشرة هو العدد الأول الذي يدخلني في منزلة جديدة وهي منزلة العشرات العشرة يتكون من منزلتين صفر على اليمين في منزلة الآحد أو الواحدات وواحد في اليسار وهو في منزلة العشرات لنراجع ما تعلمنا في الدرس القادم بإذن الله سنقوم ببعض المراجعات وحل هذا التمرين أو التطبيق المنزلي وسأكون بشوق إلى لقائكم في الحصة القادمة وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع أشتركوا في القناة